اهلا بحضراتكم من جديد السعودية على أقل بين روحتها الحقيقة أكثر من المرة الدمام يعني مدينة جميلة جدا طيب أول مباراة لنا هيبقى مع مدر السعودي إن شاء الله ده مباراة الافتتاح الفريل الأول لركال كرة اليد هيبدأ مشواره يوم التوثاء الجاري أو الجاي في بطولة العالم الأندية سوبر جلوب واللي هتتلعب في مدينة الدمام زي ما قلت لحضركم الأهل هيلعب أول مطش دي في المجموعة وهيكون مع نادي مدر السعودي وبعدين هلعب يوم الخميس إن شاء الله بنفيك البرتغالي وده مطش قوي يوم الخميس بإذن الله الأهل تأهل للبطولة دي بعد يفوزه طبعا بكأس السوبر الأفريقي بعد يفوزه على نادي الزمالك في شهر أربع اللي فات والأهل هيشارك في البطولة دي بجهاز المساعد طبعا تعرفين حضراتكم أنه دانيال المدير الفني السابق تم يعني توجيه الشكر ليه وتولى المسئولية الجهاز المساعد من كابتر محمد إبراهيم وأحمد سالم بعد رحيل طبعا الأسباني زي ما قلت لحضراتكم وطبعا واللي مشي مش بسبب الخسارة يعني ومشي بسبب الخسارة والأداء يعني هو كان فيه حاجة مش مصبوطة الموضوع مش تقييم على قد خسارة على قد ما هي أداء كمان يعني موجود نظر يعني فالجهاز المعاون هي يعني هيقود الفريق في الفترة دي أو في البطولة وعسى يعني ما تعرفش حسين تقراره شيئا يعني ممكن تلاقي الفرقة قدت أداء كويس جدا محمد إبراهيم قريب من اللاعبين كابتان أحمد سالم أيضا تولى المسؤولية فترة من الفترات السنة اللي فاتت ممكن يعني نقدي أداء كويس ولكن الإصابات للأسف بالتردمة وبنفقد يعني مجموعة أو 2 تتا لعيبة من اللاعبين مصابين نتمنى ليهم الشفاء يمكن عندنا المشكلة الكبيرة في الوينج رايت الإصابات فيه كتير بس إن شاء الله اللعيبة اللي موجودة بإذن الله قادرة أنها تحسم أو تقدي أداء كويس إحنا صحاب الإنجاز التاريخي لأي فريق أفريقي في بطولات العالم ببرونزية صح كده يا جماعة بتكلم مصبوط برونزية في البطولة اللي كانت على صالة الأمير عبد الله الفيصل في سنة 2007 لما تذكر نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن الفريق قد أداء كويس وإن شاء الله يقدر يعني يحقق النتيجة جيدة في ظل الغيابات والإصابات وتغيير الجهاز الفني إن شاء الله خير بإذن الله الفريق قد أداء كويس نروح تاني نفس الفريق والنادي الأهلي طبعا أعلن تعقده مع المدير الفني الأسباني ديفيد ديفيس هذا المدير الفني لتولى مسؤولية منتخب مصر سابقا تعقد معه وكابتخاذ العودة مدير النشاط الرياضي أعلن ذلك وإن شاء الله هيجي الأسبوع القادم عشان يوقع لعقوده رسميا بالانضمام وإنتعرفين طبعا بطولة العالم أو بطولة العالم للأندية في كرة اليد هتبقى من فترة من 17 إلى 24 أكتوبر بعدها هيتولى المسؤولية طبعا صورة كابتن ديفيد ديفيس أو المستر ديفيد ديفيس وهو بمرة منتخب مصر ده صالة المركز الألومبي في المعادي صالة كبيرة طبعا ديفيد عنده يعني مستر ديفيد عنده صيرة ذاتية قوية جدا مع الأندية والمنتخبات اللي ضربها وكان أهمها فوزه مع منتخبنا الوطني بمركز التامل في بطولة العالم 2019 بألمانيا والدنمارك ومن بعدها درب نادي فيسبريم المجري وهو واحد من أقوى أنديت العالم مش أوروبا بس هو طبعا متحمس جدا يعني للبطولات ويمكن صرح تصريح يعني الجماهير الأهلي يعادكم بالانتصارات ومتحمس لقيادة اليد الأسباني ديفيد ديفيس المدير الفني الجديد لكرة اليد بالنادي الأهلي يوجه رسالة للجماهير بعد إعلان التعاقد معه لمدة سنتين ونص تعاقدوا معه سنتين ونص النادي الأهلي ليه؟ عشان يبني خلاص مش معقول كل شوية عن غير جهاز فاني ولكن خلاص ده رجل بسي فيه محترم حاجة كبيرة والناس كانت بتشكك أنه ممكن ييجي النادي الأهلي ولكن زم أنتوا شايفين من تصرحاته هو مرحب جدا من يتولى المسؤولية وقال المدارب الأسباني في تصريح للصفحة الرسمية النادي الأهلي أنه سعيد بالعودة من جديد للقاهرة وقال كمان أنه يبدو أنه بيعيدهم هيقدم كل اللي عنده وعلشان يقدر يبني فريق قادر على الفوز وقال الجمهير أنه متحمس لرؤيتهم ومنتظر يشوفهم في الصلاة قريبا وطلب ديفيز من الجمهور أنها تدعمه وتساعد الفريق في الفترة اللي جاية بإذن الله وده طبعا مفروغ منه جمهير النادي الأهلي أبدا دايما أبدا ما تدعم فريقها حتى لو أخفقت في خطوة أو اتنين ولكن بتستعيد مرة أخرى الدعم بشكل كبير جدا لفريقها وده أكبر دليل مبارح فريق كرة السلة لما خسر جمهور الأهلاوي اللي في الصالة هناك عمل ممر شرفي للعبين يخرجوا ما بينهم كانوا من أنواع التحية وتقديرهم لجهد اللعبين في الملعب ومع ذلك كابتن عمر الجندي وأجوزتي بوش وجهوا اعتذارهم للجماهير وأنه هم كانوا يعني في حالة حزن أنه هم يقدروا محققوش الكأس للجمهور ولكن جمهور النادي الأهلي بيقدر بيقدر اللي بيبزل مجهوده بيفهم بيفهم واعي عايف اللي بيبزل مجهوده واللي بيخسر غصبا عنه واللي بيخسر نتيجة مثلا أمور تانية بيبقى الجمهور النادي قال لي بيفهم بيفهم كويس قوي ودي حاجة يعني مش غريبة على جماهير النادي الأهلي شكرا لكم شكرا